طبعاً فيه اهتمام متواصل من مصر بكل مؤسساتها لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهلين في قطاع غزة وتخفيف تدعيات العدوان الإسرائيلي على أشقائنا والحيان والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بيقوم بدور مهم جداً في تجهيز وتقديم كميات كبيرة من المشاعدات إمبارح أطلق القافلة السبعة للأشقاء في قطاع غزة واللي بتتضمن أكتر من 167 قاطرة محملة بأكتر من 2985 طن من المساعدات يعني دي مش أول قافلة ويمكن زي ما شاهز دي كان بيقول دي السبعة فالقافلة اللي أطلقها التحالف إمبارح بتتضمن معظم احتياجات الأساسية اللي بيحتاجها أهلين في غزة فيها مواد غزائية وأدوية وألبان أطفال وكمان مستلزمات طبية وخيم ومراتب وملابس وبطاطين وأحزية وكمان كراتين من المية المعدنية طبعاً بيشارك في القافلة معظم كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اللي بيسندوا الأشقاء في غزة لموجهة وتحمل أعباء الحرب والعضوان طبعاً ما فيه شكل فيه تواصل بشكل مستمر ما بين الجانب المصري ما بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجانب الفلسطيني الوقوف على الاحتياجات قواتنا المسلحة بتقوم بدور مهم جداً ودور كبير فيه أعداد وتجهيز عدد كبير ونقل طبعاً المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة عبر الجسر الجوي الممتد على مدار الأسابية الماضية وده من خلال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية وليفتشمل عشرات الأطنان من المواد الغذائية وأيضاً المواد الطبية ده في الحقيقة بيعكس اهتمام الدولة المصرية بنفاذ ووصول المساعدات الأهلينا في غزة بكل الطرق إما عن طريق الجنوب القطاع عن طريق طبعاً معبر رفح أو في الشمال عن طريق الإسقاط الجوي ربنا يا رب يخفف عن أهلينا في غزة وتنتهي هذه المأساة في أسرع وقت ممكن ونرجع نفرح تاني بالنصر ونشوف غزة تاني زي الأول مرة تانية بنصبح عليكم صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة